موسيقى الرابع صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش مجاز الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم أكد رئيس عبد الفتح السيسي أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وخلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أكد رئيس السيسي أن حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة كما أكد رئيس السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الدفاع الأمريكي أعرب عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدوري المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية جاء ذلك خلال اكتماع رئيس السيسي مع قائد القوات البحرية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيص العمراني ورئيس الهيئة الهدسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين ورؤساء الشركات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب أنا برئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل الزهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي وافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 وقام القائد العام للقوات المسلحة يرفقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكري للجند المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ثم توجه وزير الدفاع لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنوار السادات أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي خلال زيارته للمينيا اعتباراً من أول أبريل بتكلفة 150 مليار جنعيها وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية أكد مدبولي أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعيه الأسبوعي القوانين التي ستفعل الحزمة كما أكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة للدولة ستنحاز وستكون أغلب مقصصاتها للحماية الاجتماعية التقى رئيس تونس قيس سعيد مع عمار راسي سوكو امبالو رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأكد رئيس التونسي خلال اللقاء أن تونس دولة قانون وسيادة وأن الأجانب المقيمين بها هم إخوة موضحا أنه ضد الإذجار بالبشر والمهاجرين الأفريق قرى مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما على أن يستأنف اليوم الخميس النقاش حول بقي مواد هذا التعديل وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 215 عضو صوتوا ضده وكثفت الغالبية في مجلس الشيوخ مباحثات إقرار هذا التعديل قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد المقبل قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فلودومير زلنيسكي دعوة له وقال مكارثي إنه لا يحتاج إلى السفر لأوكرانيا للاطلاع على الأوضاع هناك وإنه سيحصل على المعلومات بطرق أخرى جاء ذلك ردا على دعوة وجهها زلنيسكي لرئيس مجلس النواب الأمريكي الذي ينتمي للحزب الجمهوري للاطلاع بنفسه على الوضع في أوكرانيا ختمنا مشاهدين لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترونيوز من خلال عبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا جزيلا لطيب المتابع وهذه تحياتي لحضراتكم أنا لأشتاء